بدايةً لما نيجي نتكلم عن مباراة زي مباراة النهاردة الاتنين نزلين وروحهم كلها حماس سواء الأهلي أو بيرامدز بيرامدز يعني فارق بيمكن درجات أو بعدد من الأبناط لكن الأهلي لو كسب النهاردة سبع بنت هتخليه مريح خالص وحيبقى حسب موضوع الدوري تماماً متخيل إن براح تكون شكلت زيزاي يمكن مباراة أهلي وبرامدز خلاص سنكون كله منتظر موسم ده نهاية تحديداً هي المباراة الفاصلة يمكن الدوري كبير دوري 34 جولة لكن المنافسة خلاص بقت معروفة إنها ما بين الأهلي وبرامدز يمكن كمان المنافسة راضية حصلت إنه يبقى المطشين واراباة عضلاتول كان يسم خلاصين المتش مباراة الدوري الأولاني من أسبوعين بالزبط إذا هو كالأهلي لاعب مطش ومطش في الكاس وبرامدز لاعب مطش في الكاس وبيقابلوا بعض تاني فهم اعتبر مواجهات نوك قوت أو مواجهات مباشرة زي ما بيقولوا هم فعلاً الفايصل في التحديد من الفائز بلقب الدوري بيرامدز كان عمل حوالي 14 فوز متتالي وده طبعاً من أكتر الأرقام الكاسية لقدر فريقها ضد الأهلي فده عمل منافسة كده وعمل حماس للدوري شوية لكن شفنا الأهلي يقدر ده الأهلي يوقف الموضوع ده الأهلي هو اللي يوقفه والأهلي مكمل يمكن الأهلي بقى مباراة مودرن فيوتشر للمتش الفات أو مودرن سبورت خلاص بقى الأهلي بقى هو كمان 14 فوز متتالي فالأهلي النهاردة بيحاول إكسر رقمه هو بيحاول يزود أرقامه بيحاول يوصل رقم 15 متتالي لكن هي طبعاً بيرامدز عمل منافسة وعمل هو رقمياً هو لسه الأول يمكن فده ثلاث ماتشات مؤجرات للأهلي لو فاز بيوم طبعاً كلهم لكن خلانكم صراحة المباراة هي ده الأهم هي المباراة للفايصل ويمكن المباراة الدوري الأولين اللي من أسبوعين كانت تعتبر فعلاً أقوى مباراة في الدوري سحيح شفنا ماتش 3-2 شفنا الأهلي بواجه شفنا كورة كمان في تلاعب شفنا كورة ويمكن أحلى ماتش في الدوري فعلاً رقمياً احنا بنشوف تحولات من الفرقتين بنشوف الأهلي بيتقدم بعد كده بيرامدز بيقدر فريق كبير وبيقدر أن هو يرجع في النتيجة فالأهلي بيأخذ النتيجة ويتبص تلاقي المباراة هو بيتعادل وبيكسب في آخر اللحظات المباراة فماتش رايح وجاي زي ما بيقوله بيبين لك أن الفرقتين فعلاً عندهم إمكانيات عندهم إمكانيات يجومية وعندهم إمكانيات دفاعية إمكانيات دفاعية كمان بيرامدز خط دفاع فيه قوي جداً يعني من أول الدولة وإحنا شايفين ماتشات قوية جداً بلعب بيرامدز عايز أسأل حضرتك شايف بقى هنا كولر حيلعب إزاي يعني الخطة بعد الماتش اللي كان قبل كده اللي فاز فيه الأهلي 3-2 نهاردة كل واحد حيلعب إزاي التكنيك اللي حيلعب بيه الفريق إيه يمكن هرجع من سؤال حضرتك المباراة الأولينية المباراة الأولينية كانت معركة زي نقوله تكنيكية شفنا كولر بيغير أو بيلعب بخطط مختلفة شوية لأول مرة بيعمل لها في الدوري كمان تحديداً بيشوف تحركات تكنيكية من حسين الشحات وإمام عشور بيتنيل هو المركز الجناح وحسين الشحات هو اللي بيتحول لعمق الملعب ويتحول لصنق العب في عمق الملعب في ظهر المساحة اللي في ظهر مهند لاشين أفكار كنا أول مرة نشوفها في الخطة أو في طريقة لعبة تنفيذ من مرسل كولر يمكن رتيش كان هو مختلف شوية في حتة الأفراد فضل عدم الركن البدء بمحمد الشيبي يمكن أفكار كلها كنا بنشوف أن الاثنين مدرين عاملين حسابهم كويس جداً لبعض الماتش المراضي أعتقد الأهلي ممكن يبقى أهدى شوية وده يبقى سلح زحدين يعني الأهلي رقمياً لو فاز الماتش الأوليني والنهاردة خرجت عادل رقمياً ده في مصلحته لكن نفسياً يعني يخاف على الأهلي أنه هو يرتكن لحاجة زي الجد أعتقد برامدز هيبقى هو المحتاج أكتر للفوز لأن التعادل بيصب في مصلحة الأهلي رقمياً أكتر مع الحصول على الثلاث نقط في المواجهات ليه ليه حريكي تقول الأهلي هيبقى أهدى شوية علشان الغيابات اللي موجودة ما بين المصابين وبين الموجودين في المتخب الأولمبي ولا علشان كولر بيعيد تدوير نفسه لأن إدارته برضو ليه المباراة اللي فاتت هي السبب في اللجوان اللي جابها بيرامدز يعني يمكن هو الرقمياً خلينا نقوله بالأرقام شوي بالأرقام يمكن حتى باللعيبة آه براهيم عادي غايب بس النهارده بيرجع خلاص رمضان صبحي كاجنح شمال بيرجع للفرقة بتاعت بيرامدز لكن رقمياً الأهلي لما كان بيكسب هذه اللي كلامة عن رمضان صبحي ده بقصة بقصة واحدة كده باستفادة يعني لكن الأهلي كان ما بيكسب المؤجلات الأهلي لو كسب المؤجلات كلها هيبقى فارق عن بيرامدز بنقطة فهو لو كسب كمان بيرامدز أو يتعادل حتى النهارده رقمياً هو هيبقى عنده أريحية حتى المتشاط الجاية إنه هو يتعادل أو يتعادل بسبب الأهلي الأهلي لو أنا تعادلت أو الأهلي تعادل النهارده فكده فاز يعني فيه أربع مقر بزبط كده يعني أعيز فوز أو تعادل لكن بيرامدز المفروض لا أكتر المفروض عايز يكسب برامدز محتاج يكسب النهاردة عشان يعود الخسارة بتاعت الماتش اللي فات ومع ذلك الأهلي لو كسب برضو بقية الماتشات اللي جاية كلها هيبقى فارق عن برامدز بنقطة ويكسب الدور بنقطة لو كسب مؤجراته كلها حيفرق باربع نقطة لو النهاردة خسر لو تعادلوا النهاردة والأهلي كسب ماتشاته اللي جاية كلها هيبقى فارق باربع نقطة هيبقى عنده أريحين هو كمان يخسر ماتش أو يتعادل ماتش فالنتيجة في صالح التعادل في صالح الأهلي عشان رقمها بس هو عايز يكسر أرقام؟ يكسر أرقام بالزبط كده هيا دي المدير الفاني لازم يخلق دوافع الجديدة لازم يخلق زي ما قلنا كده حتة الرقم الكاسي كولر أول مرة يعمل الرن دوت إنه وصل لـ 15 فوز متتالي فدي أرقام هتخلي الموسم كمان ناجح بالزيادة للمرسل كولر فلازم يخلق دوافع منها فكرة إنه كمان نكتكسب المنافس المباشر ليك فدي في حد ذاتها أكيد دوافع الأهلي إن شاء الله إن كمان